اشتركوا في القناة اشتركوا منهم عذابا أليما نلاحظ أنه حينما يتعرض لكلمة السماء تكون أعلى الأرض مرخفضة حينما يتكون الآية فيها الله ورسوله نجد أن الله أعلى الرسول مرخفضة هذا هو ما يسمى التصوير النغمين صاحب الصوت العميق الجهولي واضح أن هذا القارئ كان يقرأ كثيرا بلا مكبر صوت يسمع القريب والبعيد مثله معروف أن الصوت كالهرام كلما يحد القارئ أو يصعد بطبقات صوته الصوت يرفع يرفع ولكن هذا أسميه صوت البرج وكأنه قاعدته مثل عاليه يبدأ بصوت عميق يستعرض في القرار كيفما شاء يذهب إلى منطقة الوسط يصعد إلى الجواب وهنا بدأت التلاوة في مرحلة المنعطف التاريخي الذي سجله باسمه الحجاز لم يستخدم الشهناز الذي يتداوله هكذا الحمد لله رب العالمين ولا يستخدم الحجاز الأصلي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بل يذهب إلى مقام مخاير جدا اسمه الحجاز كار إياك نعبد وإياك نستعين هذه الجملة اشتعر بها فضيلة الشيخ عب فتاح الشاشعي العجيب في هذا الصوت مع كل العبقرية أو العملقة التي تحتوي في هذا الصوت نلاحظ أنه في قمة الإحساس يشارك أنه يلمس قلبك وكأنه إمام على منبر لا يعتمد على الجملة النغمية الكثيرة في القفلات ولكن دائما كان يستخدم الجملة استريس السادة الرحيم الشيخ عب فتاح الشاشعي حقا أملاقه شكراً لكم شكراً للمشاهدة شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة